يقول ربنا عز وجل في سورة الشعراء وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكمكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين أو صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين هذه الآيات المباركة يذكر فيها رب العزة جل في علاه أحوالا من أحوال يوم القيامة قال وأزلفت الجنة للمتقين أي قُرِّبت الجنة للمتقين وهذا كقوله تبارك وتعالى في صورة التكوير وإذا الجنة أُزلِفَت وكقوله عز وجل وأُزلفت الجنة للمتقين غير بعين أُزلفت الجنة للمتقين والمتقون هم الذين اتخذوا وقاية بينهم وبين عذاب الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات هذا أشمل تعريف قيل في المتقين فكل من كان مؤمناً عاملاً بالصالحات منتهياً عن المحرمات فإنه من المتقين وهو إن شاء الله تعالى من أهل الجنة لأن الله تعالى قال تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وأُزِلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ أي بُرِّزَتِ الْنَّارُ أُظْهِرَتْ يوم القيامة أُظْهِرَتْ لِلْغَاوِينَ قيلَ هُمُ الْكَافِرُونَ وقال بعضهم الغاوي هو الذي يترك الحق بعد أن علمه وضطه الضال لأن الضال هو الذي فارق طريق الحق من غير علم أما الغاوي فهو الذي يفارق الحق وهو يعلم وبرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وقيل لهم أي قال الله تعالى لهم أو قالت الملائكة لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أي في الدنيا أين معبوداتكم التي عبدتموها في الدنيا من دون الله تبارك وتعالى أين هم هل ينصرونكم أو ينتصرون وهذا استفهام توبيخ استفهام عظيم يسأل الله تعالى المشركين يوم القيامة ويقول لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله تبارك وتعالى من المعبودات التي عبدت في الدنيا من دون الله من الرسل والأنبياء والملائكة والصالحين والجن والشياطين والأحجار والأشجار والكواكب والأقمار والشمس وغيرها أين هذه المعبودات يوم القيامة هل ينصرونكم هل يخرجونكم مما أنتم فيه أو ينتصرون أو يستطيعون أن يخرجوا أنفسهم وهنا مسألة مهمة الله تعالى ذكر في القرآن أن المشركين وما كانوا يعبدون في الدنيا كلهم في نار جهنم كما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي حطبها حصب جهنم أنتم لها واردون ولكن الله تبارك وتعالى استثناء الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين من الإنس والجن الذين لا يرضون أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى ولكن الناس عبدوهم مثل عيسى عليه الصلام وعزير عليه الصلاة والسلام والرجال الصالحون الذين ذكرهم الله في صورة نوح وغيرهم هؤلاء العبدوا من دون الله ولكنهم ما أقروا هذه العبادة بل أنكر من كان منهم حيا أنكر على قومه هذه العبادة الباطلة كعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره هؤلاء استثناهم الله تبارك وتعالى بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أي عن النار أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اجتهت أنفسهم خالدون فهؤلاء لا يدخلون النار أما من عبده وهو راض ولم ينكر على الذين عبدون وأشد منهم من دعى الناس إلى عبادة نفسه الذي يقول للناس اعبدوني من دون الله الذي يقول للناس عند الشدائد إلجأوا إليه فإني أنجيكم من كل كرب ومن كل شدة الذي يقول للناس ادعوا الله وادعوا معه شيخنا فلان أو ولينا فلان أو الصالح فلان كما هو موجود في هذه البلاد وفي غيرها فإن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله وهم راضون والذين سكتوا عن عبادة الناس لهم ولم ينكروا على الناس فإنهم إن ماتوا ولم يتوبوا كانوا من أصحاب النار والعياذ بالله فهذه مسألة مهمة تتعلق بهذه الآيات وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون الجواب لا لأنهم لا يملكون شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة عباد الله اعلموا أن هذه المعبودات التي تعبد من دون الله مما ذكرنا لا تملك لأصحابها شيئا في الدنيا ولا في الآخرة لا تملك نصرا ولا نفعا ولا ضرا ولا رزقا لا تملك لأصحابها شيئا في الدنيا والآخرة لذلك لذلك فإن العاقل العاقل من عرف قدر هذه المعبودات وعرف قدر خالقها وهو الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة أسأله تبارك وتعالى أن يجيرني وإياكم من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطايانا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا قال تعالى فكبكبوا فيها كبكبوا بعضهم على بام كبكبوا فيها أي في نار جهنم والعياذ بالله هم والغاوون قيل الشياطين وقيل الكفر ورغوص الضلال كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون كلهم كبوا في نار جهنم قالوا وهم فيها يختصمون سبحان الله اختصموا في النار كما قال تعالى إن ذلك حق تخاصم أهل النار فإن أهل النار يختصمون فيها ويلعنوا بعضهم بعطا كلما دخلت أمة لعنت أختها اختصموا فيها وتهاجوا فيها في النار ولعن بعضهم بعضا والعياذ بالله قالوا وهم فيها يختصمون تالله يحلفون بالله وكانوا في الدنيا يحلفون بغيره تبارك وتعالى فلما رأوا النار علموا أن الله هو الحق وهذا لا ينفعهم أبدا تالله إن كنا لفي ضلال مبين في الدنيا وما سبب هذا الضلال إذ نسويكم برب العالمين هذه هي المصيبة الكبرى نسويكم قيل أين عدلكم برب العالمين يدعو الله ويدعو عبد الله يسألون الله الشفاء ويسألون عباد الله الشفاء يسألون الله إن زال الأمطار ويسألون عباد الله إن زال الأمطار يعتقدون أن الله يعلم الغيب ويعتقدون أن الصالحين يعلمون الغيب يعتقدون أن الله يهب الذرية ويعتقدون أن المشايخ والمقبورين يهبون الذرية هذه مصيبة عباد الله هذه مصيبة الناس منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الزاعة هذه أكبر مصيبة وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به أن يجعل معه شركاء وأنداد أن يجعل مع الله شركاء وأنداد هذا أعظم ذنب عصي الله تعالى به وهذا هو السبب أن نكسات ورفع البركات في كل الأمم وهذا هو السبب إهلاك الله تبارك وتعالى للأمم قبلنا قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أي لما أشركوا تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال تعالى عن صاحب الجنتين في سورة الكهف فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يقول يا ليتني يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هذا هو السبب النكسات اعلموا عباد الله وليبلغ الحاضر الغايب أن الأحوال لا تنصلح والبركات لا تنزل على الناس حتى يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له الله بلاه هو الذي يعبد الله وحده هو الذي ينزل المطر هو الذي يهب الذرية هو الذي يعلم الغيبة هو الذي يعلم ما في الأرحام هو الذي يعلم ماذا تكسب قدى ماذا تكسب نفس قدى وبأي أرض تموت كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى لو حقق الناس هذا الإيمان وهذه العقيدة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أكثرهم ما أكثرهم في هذه الأزمنة الله تعالى خلق الناس على الفطر السليم فاجتالتهم الشياطين شياطين الإنس والجن إذا كانوا واحد يجيبوا في التلفزيون في بيوت المسلمين في بيوت المسلمين يقول للناس شيوخنا إذا قالوا للشيء يقول ده في تلفزيوناتنا للأسف الشديد هذا حق الله دهك الله تبارك وتعالى وقليل من ينكر إذا سُلِبت حقوق الناس قامت الأرض وما قعدت أما إذا سُلِب حق الله فقليل من ينكر وقليل من يتكلم ماتت القلوب نسأل الله السلامة والعافية صلی اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد